تحليل الـ AIDS وعن آلام العضلات بالنسبة لوجع العضلات ممكن أن آلام العضلات تأتي في المرحلة المتأخرة من الـ HIV يعني بعد أن المناعة من هذا الشخص يسيطر الفيروس عليها ويبدأ أن هذا الشخص يعاني من الـ AIDS وهي المرحلة الأخيرة من فيروس الـ HIV ويبدأ أن المناعة تنهار أيضاً يحس بآلام ووجع في العضلات بالنسبة لهذا الشخص، أيضاً الفيروس نفسه يؤدي إلى آلام في العضلات بالإضافة إلى أن البكتيريا الانتهازية يمكن أن تؤدي أيضاً آلام في العضلات مثل مايكوبكتيريوم إيفيام انترسولياري يمكن أن تؤدي آلام شديدة في العضلات وهي نوع من أنواع البكتيريا الانتهازية التي تحدث عن مريض الـ AIDS أيضاً الفيروس المضخم للخلايا عندما يصيب مريض الـ AIDS أيضاً يؤدي إلى آلام في العضلات إذن البكتيريا والفيروسات الانتهازية عندما تأتي في المراحل النهائية لمريض الـ AIDS تصيبه بآلام في العضلات كذلك بعض الأدوية لمريض الـ AIDS أيضاً من ضمن الآثار الجانبية أنها ممكن أن تؤدي إلى آلام في العضلات